مشروع تمهيدي جديد لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 1405 المؤرخ في 2014 المتضمن قانون المناجم أصدرته وزارة الصناعة والمناجم التعديلات المقترحة في المشروع تهدف لتكفل بالصعوبات المسجلة والتي وجهت عند تطبيق هذا القانون وكذلك إدراج أحكام جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية من أجل تطوير النشاطات المنجمية ويكمل الانشغال الرئيسي حسب المشروع التمهيدي الذي تحصلت الشروق اليوز على نسخة منه في الوصول إلى اكتشاف المكامن القابلة للاستغلال اقتصاديا والتي تتطلب تجنيد إمكانيات مالية كبيرة لمعرفة المعلومات والبيانات الجيولوجية والمعدنية في سطح وباطن أرض البلاد وعرف المشروع تعديل 37 مادة كان أبرزها جلب رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية حيث جاء نص المادة 70 تمارس نشاطات البحث المنجمي لمواقع ومكامل المواد المعدنية والمتحجرة الاستراتيجية بموجب ترخيص منجمي يمنح لمؤسسة عمومية اقتصادية حيث الرأس المالي الاجتماعي تمتلكه الدولة كليا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمؤسسة عمومية أخرى أو لمؤسسة شراكة بين مؤسسة عمومية اقتصادية أو مؤسسة عمومية أخرى وبين أي شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي أو أي شخص يخضع للقانون الجزائري طبقا لأحكام هذا القانون كما جاءت المادة 72 كالتالي تخول مؤسسة الشراكة للبحث أو الاستغلال المنجميين للأطراف حق ممارسة داخل المحيط المحدد بالترخيص المنجمي لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة الاقتصادية في الشراكة أو المؤسسة العمومية الأخرى عن نسبة 51% وحملت المادة 73 أنه يمكن للأطراف في مؤسسة الشراكة البحث أو الاستغلال المنجميين تحويل الجزء أو الكل سواء بصفة انفراضية أو جماعية من حقوقهم وواجباتهم فيما بينهم أو إلى أي شخص معنوي آخر لا تطبق هذه الأحكام على المؤسسة العمومية الاقتصادية أو المؤسسة العمومية الأخرى إلا إذا كانت نسبة مساهمتهم 51% كما تملك المؤسسة العمومية الاقتصادية في جميع الأحوال حق الشفعة الذي يجب ممارسته في أجل لا يتعدى 90 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عن طلب التحويل